اصابات من قيادات الحرس الثوري تمسك برأس خيط وإنتاج وتوزيع المخدرات في إيران والعالم لتتحول شوارع طهران وحدائقها بذلك إلى مجموعات من المدمنين بأعداد تتزايد يوما تلو الآخر وأجناس وأعمار مختلفة وأوضاع مزرية وبائسة فهؤلاء المدمنين اختلفت ظروفهم ولكن اتفقوا بالمصير فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إيران أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه بين 70 إلى 100 شخص يوميا يضافون لعدد مدمنين المخدرات في إيران الذين وصل عددهم حسب إحصائيات إلى أكثر من 6 ملايين نسبة يموت منهم العشرات يوميا بسبب الإسراف في الإدمان أو الأمراض الناتجة عن التعاطي المفرط للمخدرات كما اعترف وزير الداخلية الإيراني بوجود أكثر من مليون واربعمائة ألف طفل تعرضوا في السنوات الماضية لخطر الإدمان بالمخدرات وقال أن نسبة تعاطي المخدرات الصناعية المعروفة بالشيشة ارتفعت من 4% إلى 22% في عهد حكومة روحاني ويؤكد معظم المراقبين الدوليين أن إيران من أكبر الدول التي تشتري المخدرات وتعمل على إعادة تصديرها للدول بإشراف من قبل مجموعة خاصة من ضباط الحرس الثورية عن طريق العراق أو السفن في الخليج العربية حيث صرح مدير اللجنة الوطنية العراقية لمكافحة المخدرات أن إيران تستخدم نفوذها في العراق من أجل تصدير المخدرات إلى دول الجوار وخاصة دول الخليج العربية التي ظهر آخرها في دولة الإمارات حيث ضبطت باخرة إيرانية تهرب المخدرات في ميناء الشارقة كما يشرف الحرس الثوري الإيراني على مزارع الأفيون في أفغانستان وبالشراكة مع عصابات تابعة لحركة طالبان الأفغانية وتتبنى عصابات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري تضم إيرانيين وعراقيين وسوريين ولبنانيين على عملية تصدير المخدرات وتهريبها إلى البلدان العربية الخاضعة للنفوذ النظام الإيراني وإلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وعلى رأسها المكسيك ففي الثاني والعشرين من شهر سبتمبر ضبطت الشرطة الألمانية على أراضيها شاحنات قادمة من إيران كانت تحمل منتجات غذائية وعند تفتيشها اكتشفت الشرطة حوالي 330 كيلو جراما من الهروين كانت مخبأة بشكل دقيق داخل علب المواد الغذائية بشكل محترف لتظهر برقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع وكيليكس تكشف أن إيران تعتبر من أكبر مهربية المخدرات في العالم وأن مسؤولين في الحرس الثوري متورطون في هذا التهريب وأن أذربيجان من الطرق الرئيسية لتصدير الهروين نحو أوروبا والغرب وبهذا تعد إيران من أكثر الدول تصديرا للمخدرات والأعلى استهلاكا له لتشكل بذلك بيئة خصبة لظاهرة المخدرات بتواطئ النظام الإيراني فهو نظام لم يفكر بشعبه بل أغرقهم بمستنقع الفقر والتشرد والإدمان ونهب ثروات البلاد وأنفقها على تلك الجماعات والمنظمات الإرهابية في الخارج وتركهم يعيشون في ظروف قاسية تخلوا من الحياة الكريمة وإن طلبوها فإن القمع هو باب الجواب لهم ترجمة نانسي قنقر